اشتركوا في القناة وتوقفنا عند قصة نبي الله داود عليه السلام وذكرنا أنه نبي من الأنبياء إلى بني إسرائيل أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل وذكرنا أيضا في الحلقة السابقة قصة طالوت وجالوت وقصة قتل داود لجالوت وجالوت هو ملك العماليق الذين كانوا يستوطنون بيت المقدس وأن الله سبحانه وتعالى بعد أن قتل داود جالوت جعل داود ملكا على بني إسرائيل وجعله نبيا من الأنبياء وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فهنا تنحى طالوت عن الملك بعد أن كان ملكا عادلا على بني إسرائيل وأصبح داود هو الملك النبي لبني إسرائيل ويقال هنا أن بني إسرائيل كانوا معجبين بقوة داود عليه السلام لأن داود عليه السلام كان قوي شجاعا فعندما قتل داود ذو البنية الصغيرة كما مر في صفتي أنه كان قصيرا قليلا اللحم أو الشعر قتل داود هذا النبي الكريم جالوت ملك العماليق فهنا أعجب بني إسرائيل بداود وولوه عليهم ملكا وآت الله سبحانه وتعالى داود الحكمة وجعله نبيا من الأنبياء لبني إسرائيل ثم أوحى الله سبحانه وتعالى إلى داود بالكتاب الذي أنزل عليه وهو الزبور وذكر ذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن كما يقول ربنا سبحانه وتعالى في غير ما آية وآتينا داود زبورا الزبور هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله على داود عليه السلام فهو عبارة عن صحف وكلام لله سبحانه وتعالى أنزله على داود حتى يكون رسالة لبني إسرائيل فهو كالتوراة لموسى والإنجيل لعيسى وصحف إبراهيم لإبراهيم والزبور كذلك لداود عليه السلام داود عليه السلام كانت من صفاته أنه كان حسن الصوت بقراءة الزبور يعني أنه كان يترنم بالزبور بكلام الله سبحانه وتعالى بصوت شجي جميل جدا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعْلِينَ ويقول أيضا ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى وَلَقَدْ أَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيِّرِ يقال أن داود عليه السلام كان إذا تلى الزبور وقرأه ويترنم به كانت الطيور تقف على غصون الأشجار تترنم بكلامه يعني أيضا الروايات الإسرائيلية عجيبة في هذا المقام يقال أن العصافير كانت تهتز لشدة جمال صوت داود وهو يترنم بالزبور حتى أن الأقاويل كثيرة في حسن صوت داود عليه السلام يقال أنه لم يسمع البشر ولا الجن صوتا كصوت داود من جماله وحسنه وهنا طبعا أخواني أخواتي وقفة نقفها مع تحسين الصوت بقراءة القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام خرج من بيته في الليل ومر على بيت أحد الصحابة فوجده يقرأ القرآن يعني في الليل يقوم الليل يصلي فسمع صوتا شجيا بكلام الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أراد أن يسير يعني يكمل طريقة لكن عندما سمع هذا الصوت الشجي جلس عند النافذة وهو يتسمع أو وقف قليلا عند النافذة وهو يتسمع جمال الصوت ففي اليوم التالي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي وهو أبو موسى الأشعري قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود والمزمار هنا ليس المقصود به الآلة الموسيقية إنما الحنجرة والآن المختصين يعرفون أن اليوم في الحنجرة يوجد أحبال صوتية وفيها مزمار يعني يشبه المزمار وهو المسؤول عن حسن الصوت فالله سبحانه وتعالى يحب أن يترنم العبد بكلامه فقال نبع صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لقد أوتيت يا أبا موسى مزمارا من مزامير آل داود فقال أبو موسى يعني مضاحكا النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا يعني زيت من حسن صوتي أو زيت من حسن صوتي رضي الله عنه وأرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله وبعد حياكم الله أحبة المشاهدين أخواتي المشاهدات توقفنا قبل الفاصل عند حسن جمال صوت داود عليه السلام بالزبور وتوقفنا أيضا أن المسلم ينبغي أن يزين ويحسن صوته بالقرآن وهذا أخواني مقصود لذاته يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لنبي ما أذن لحسن صوته بالقرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يحسن العبد من صوته لقراءة القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يعني من لم يحسن صوته بالقراءة وللأسف اليوم بعض الناس من المسلمين أو المسلمات يقرأ القرآن مثل قراءة الجريدة أو كتاب عادي يهذ الكلام هذ يعني هذه القراءة بصوت شجي حذب هي كانت قراءة النبي على الصلاة والسلام بل كان النبي على الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن من غيره كما في قصة عبد الله بن مسعود عندما قال له النبي على الصلاة والسلام يا عبد الله اقرأ علي القرآن قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل القرآن أنزل عليك وأنا أقرأ عليك يا رسول الله فقال له النبي على الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري فهذه عبادة أخواني أخواتي أن نترنم بكلام الله سبحانه وتعالى الترنم والتغني بالقرآن عبادة جليلة كما يقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيله حسن صوتك بقراءته وأدائه والذي لا يعرف أخواني أخواتي تحسين الصوت والترنم بالقرآن الذي المقصود به هو كمال القراءة بأحكام التجويد المعروفة ينبغي عليه أن يتعلم يتعلم أحكام التجويد حتى تكون قراءته قريبة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به يعني متقن له وضابط لقراءته وضابط لألفاظه مع السفرة الكرام البررة يعني أنه في منزلة الملائكة الكرام البررة لذلك هذا مقصود لذاته فداود عليه السلام آتاه الله عز وجل هذا الصوت الحسن الشجي الذي كان يقرأ به كلام الله سبحانه وتعالى الزبور أيضا من الأمور التي كان يعملها داود عليه السلام هي التي يريدها الله سبحانه وتعالى بقوله وعلمناه صنعة لبوس لكم والله عز وجل أيضا يقول في آية أخرى وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ يقال أن داود كان يعني الحديد يلان معه بيده لا يحتاج إلى شاكوش أو إلى مطرقة أو إلى نار بل كان الله عز وجل ألان الحديد لداود بيده فالله سبحانه وتعالى يقول وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ السابغات هي الدروع الواقية في القتال وفي المعارك فكان داود عليه السلام يعمل الدروع من الحديد وكان يتكسب منها فكان يبيعها داود وهو نبي من الأنبياء عليه السلام فكان يأكل من كسب يده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن النبي الله داود كان يأكل من كسب يده فهذه فيها رسالة أخواني أخواتي إلى التعفف مما في أيدي الناس يعني لا بد أن يتعب الإنسان ويأكل من كسب يده بالحلال والعمل المباح لا يذهب إلى الحرام ولا يذهب إلى أموال الناس ولا يعني يعرض وجهه أمام الناس وعطني وعطني دين وإن شاء الله آخر شاء ردها لك من هذه الأمور التي تذهب بماء الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم يعني من كثرة سؤال الناس لذلك ينبغي على العبد الصالح والأمى الصالحة أن يبذلوا أسباب الكسب الحلال في الوظائف سواء الحكومية الوظائف الخاصة في الأعمال المباحة في التجارة وكان داود يعمل تاجرا كان يصنع الدروع ويبيعها على الناس والتجارة ليست حيب بل هي من الحلال الطيب إذا كانت التجارة مباحة لذلك ينبغي علينا أن نتأسى بهؤلاء الأنبياء وأن نأكل من كسب يدنا ولا نأكل من أموال الناس ونتعفف من سؤال غيرنا حتى تبقى عزتنا وعزة نفسنا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم من الهدات المهتدين نكتفي بهذا القدر ونلتقيكم إن شاء الله في الحلقات القادمة إلى ذلك الحين نستودعكم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة